أنا أعتقد أن هذا الفيديو واضح جدا جدا. ولذلك الأفضل هو أن نحن كلنا نتهم إيران بالمسؤولية لهذا الحادث. ونحذر إيران من تكرار هذه الهجومات أو هذا التخريب وهذا الإرهاب. وهذه التهديدات ضد التجارة ضد الملاحة الحرة في البحر أو في الخليج. من أجل منع إيران من هذه السياسة الاستفزازية والعنيفة. والحقيقة أن عزل إيران ديبلوماسيا هو الأسلوب الأفضل للهدوء في المنطقة. هذه التصريحات من قبل الصين والروسيا. أنا أعتقد مجرد اللسان غير واضح. ليس هناك أي تفاصيل بنسبة على سبيل المثال. مساعدة إيران أو الدعم إيران في المواجهة بينها وبين أمريكا. لذلك أنا أفسر هذه التصريحات كعادية. كلسان ديبلوماسي. ماسي الذي يغتي على عدم استعداد لا روسيا ولا صين لتأييد إيران بشكل فعالي.